مظلات معدنية على الميركافا، ما سر هذه الدروعة؟ السؤال مترافق مع توقع بدء الاجتياح البري لقطاع غزة في أي لحظة دبابات الميركافا الإسرائيلية ظهرت مزودة بدروع معدنية إضافية يخبرنا موقع The Drive هذا ما يبدو حماية إضافية من احتمال إصابة الدبابات من أعلى في حل استخدمت طائرات الدرونز لتنفيذ هجمات مضادة الدروع لم تشاهد بشكل واسع، بل شهدت على بعض الدبابات فقط صحيفة Times of Israel سلطت الضوء على أزمة تشمل مئات العمال المعتقلين من قبل الجيش الإسرائيلي بعدما لم يتمكنوا من العودة إلى غزة إثر هجوم حركة حماس الصحيفة ذكرت أن الجيش يحتجز عدداً غير محدد من العمال الغزيين في منشآت عسكرية بالدفة الغربية تقدر Times of Israel أعدادهم بالمئات فيما تقول القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن عددهم قد يصل إلى أربعة ألاف شخص أهل غزة يواجهون الاختيار بين التهجير والتعارض لإبادة جماعية وهذا لا يجوز الملكة رانيال عبدالله تصرح لسي أن أن وينقل موقع رؤية مضامين اللقاء لم نر إدانة الاستهداف المدنيين في غزة مماثلة للإدانة الدولية ضد ما حصل في السابع من أكتوبر قالت الملكة ونقل الرؤية الإخباري ترجمة نانسي قنقر